حابين نعرف من حداك أهم الاستعدادات اللي قمت بيها على الاستعداد لهذا المنتدى وهو يمكن من أهم القمم أو المنتدات اللي هتقوم بيها بعد طبعا كوب 27 اللي كان موجود في شرم الشيخ مؤتمر المناخ الاستعدادات بدأت من بدري من أول ما وقعنا اتفاقية الـ ALA أو بيسموها الاتفاقية اللوجستية مع الهابتات في مايو 23 تم تشكيل بقى لجنة عليا برياسة معالي رئيس الوزراء ومجموعة من اللجانة الفرعية واللوجستية والفنية والمبادرات خرجنا بتصور إزاي نتعامل لتنفيذ هذا الاتفاق اجتمعنا مع عدد كبير من الوزراءات المصرية كل وزارة المصرية مشتركة على فكرة بس في المقدمة برضو نقدر نقول وزارة الإسكان إلى جانب وزارة التنمية المحلية الخارجية الدفاع الداخلية كل وزارة الشباب والرياضة إلى جانب برضو بعض الهيئات الأخرى زي التحالف الوطني للعمل الأهل اللي بيتولى مسائل تدريب الشباب هيئات ووزارات كثيرة جدا كل ده صب في قالب واحد وهو الاستعداد الجاد والمتعمق لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته السنة عشر محب محب